اتكلم عن الحلويات او عن الحاجات اللي بتتباع في واحدة من المدن فطبيعي ان كل بلد تشتهر بصنف من الحلويات الا طنطة طنطة تقريبا بتشتهر بجميع انواع الحلويات فيش محل فيش بقال ما فيش دكان الا ويتباع فيه الحلويات حوالين السيد البدوي حوالين الجوامع والمنطقة الاديمة في طنطة الازقة والحارات كل بيبيع حلويات طنطة تحس انها زي ما بيقولوا كده مدينة مغموسة في القشطة والسكر والحلويات مدينة طنطة حلوة مشكلة ورقصات وروحانيات وتوافد لبعض الوفود الصوفية ده حال الشوارع في طنطة على مدار العام دينا كده تقدر تقول بقى ايه المشبك والحمص والسمسم والفول واللوز والفصدق والمالبن المحشي طبعا بالاضافة للمدلعة انا بوقتي المدلعة دي مرة واحدة في حياتي سمعت كده احد الناس اللي كانت معايا في الكلية بيقول ان اللي مرحش او اللي رح طنطة ومضاقش المدلعة المدلعة او مكالش المدلعة اكيد مرحش طنطة كده استاذ احمد عطوان بيسمعني دلوقتي فاحنا كده هنعزم نفسينا على مدلعة انا يجب لنا مدلعة هنا في القناة او نروح نزوره في طنطة بعد ما نرجع ويأكلنا كلنا المدلعة المدلعة برا عن طبقات من الكنافة والبسبوسة والكرامل والمكسرات خليط غريب كده بياخدك حتة كانية لما تدوقوا المدلعة الطنطاوية او المدلعة اللي بتتباع في كل او معظم شوارع طنطة واحدة من اشهر الحلويات اللي بتتباع في طنطة مش بس المدلعة تقدر تقول كده وانت مغمض ان طنطة المدينة الاشهر في صناعة الحلويات بكل اشكالها والوانها في البلد